قبل مطلع الفاصل عندي كان معلومة كده مهمة متعلقة بملف التحكيم في ظل حالة البلبلة والكلام الكتير بعد الأخطاء التحكمية الغير مبررة في مباراة الأمس بين أمبي والزمالك وإحنا لسه بنبدأ الدوري لكن يبدو كده زي ما قالت كده نحن طولان أن الموسم ده يبدو كده أنه يكون استكمال للموسم الماضي وإنتوا فاهمين طبعا التفاصيل والكواليس اللي ما بين السطور عندي جزيتين في ملف التحكيم أول حاجة دايماً أنا بحب أركز مش الحكم ده غلط النهاردة اللعبة دي فاول ركل الجزاء وقلت الكلام ده أكتر مرة بحب أعرف الاختيارات بتيجي إزاي بتكلم مع عدد من أعضاء اللي كانوا موجودين في السابق في لجمة الحكام كان يتقلق إيه أحياناً فكرة أن الحكم الدولي المميز في أرضية الملعب أن يكون موجود في غرفة تقنية الفيديو اللي هو مساعد الفار مش وردة أو بنسبة كبيرة لا ده فيه تفكير تاني أو فيه فكرة تانية يقول لك إيه قصد الحكم المميز في لعبة البلاي ستيشن بيقدر يتواجد في غرفة الفار فيقدر يشتغل على تقنية الفيديو بشكل كويس جداً كل ما الحكم بيكون مميز جداً في فكرة البلاي ستيشن وكل ما يكون شاطر قوي في لعبة البلاي ستيشن نحطه في غرفة تقنية الفيديو لو المعيار ده والكلام ده صح تبقى مشكلة كبيرة عشان كده احنا بنشوف مشاكل في الفار الفكرة مش بمسالة الأقدمية ولا الخبرة احنا بنشوف في غرفة الفيديو أو غرفة الفار حكام ما نزلوش الملعب فلما أسمع ده مع الكلام اللي بيتقال مع التطبيق العمل في المباراة ولا يحكام فعلاً ما أقدرهش مباراة في الدوري ولا يوم في غرفة التقنية ده ممكن الكلام يبقى صح فهل الكلام ده صحيح؟ عندنا حكام بلعب بلاي ستيشن كويس جداً فأحطه في غرفة التقنية عشان هو في لعبة بلاي ستيشن شاطر فيقدر يتعامل مع تقنية الفيديو أتمنى يكون فيه جابة من لجنة الحكام على السؤال ده عشان نعرف برضو إيه المعيد